اشتركوا في القناة مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار لهذا اليوم البرنامج ينطلق بعد الفاصل حياكم الله من جديد كما جرت العادة البداية بالملحق الرياضي لصحيفة الصباح وابرز ما جاء من عنوين لهذا اليوم مختصان يحملان مدرب الشرطة مسئولية الخسارة اليتش اخفق في قراءة تكتيك الاستقلال وتبديلاته كانت متأخرة ولدان نزار احرصوا على الافطار مع اسرتي وكانت هذه ابرز عنوين الصباح الى الزمان وما جاء في الملحق الرياضي لهذا اليوم من عنوين درجال يؤكد اقامة انتخابات الاتحادات الفرعية بعيدا عن التهميش والاقصى الانضباط يعاقب فريق بلدية الناصرية وحكمان عراقيان يديران مباريات كأس الاتحاد الاسيوي الميناء يفرض التعادل على الزوراء في الدوري القروي واتحاد السلة يختبر نحو خمسين لاعبا لضمهم لمنتخب الناشئين ننتقل من الزمان الى الدستور وابرز ما جاء من عنوين لهذا اليوم ازدواجية المناصب تهدد استقرار اللجنة الاولمبية العراقية تضارب المصالح يهز اركان الاولمبية والانضباط تعاقب صالات بلدية الناصرية وطني النسوي خارج تصنيف الفيفا وانتقادات واسعة لانديتنا بالاسيوية حمد فوزنا بجدارة واستحقاق والنوارس والسفانة يتقاسمان النقاط كانت هذه عنوين الدستور ننتقل منها مشاهدينا كرام الى المدى وما جاء في الملحق الرياضي لهذا اليوم الشرطة يقارب وداع دوري الابطال في تجمع جدة معجزة تنتظر كتيبة اله في اربع مواجهات وهذه ابرز عنوين المدى ننتقل مشاهدينا الكرام من المدى الى الحقيقة في الملحق الرياضي لهذا اليوم نقرأ الزوراء يعادل المينة والامانة يحقق الفوز على الصناعات في ختم الجولة الثامنة والعشرين اليوم الجوية يلاقي تراكتور سازي قريا وقد دوح يقود بغداد لهزيمة الصناعات الكهربائية مصارع عراقي يحصد وساما اسيويا وكانت هذه ابرز عنوين الحقيقة منها نتجه صوبة المشرق ونقرأ ما جاء من عنوين لهذا اليوم حارس شجاع ومواهب شابة تتصدر تشكيلة الجولة الثامنة والعشرين عباس عبيد لا رجع في قرار استقالة وصادق سعدون ممثلاء الكرة العراقية في الآسيوية سيئين الشرطة يتعرض لخسارة قاسية على يد الاستقلال الإيراني وكانت هذه ابرز عنوين المشرق في الصباح الجديد نقرأ ابرز ما جاء في الملحق الرياضي لهذا اليوم زيد وميثم يقودان مباريات كأس الاتحاد القرى والجوية يلاقي تراكتور اليوم والشرطة يخسر بالثلاثة في دوري الأبطال مؤتمر صحفي لجهود تضييف خليجي خمسة وعشرين وعبد الباصط يتوج ببرونز مصارعة القرى الوزير الدرجال يستقبل رؤساء وممثلي الاتحادات الفرعية وحمود يبحث مع السفير الكوري سبل التعاون الرياضي في دوري الكرة الممتاز الزوراء يعادل الميناء والأمانة يحقق الفوز على الصناعات الكرهوبائية وكانت هذه جل العناوين الحاضرة في صحيفة الصباح الجديد منها ننتقل إلى كل الأخبار في الملحق الرياضي لهذا اليوم نقرأ اختيار فهد طالب وحمدي أحمد للتشكيلة المثالية في تأريخ كأس آسيا ومدرب عراقي اللاعب العراقي أفضل لكن العلاقات والتأثيرات تظهر في اختيار الأفضل آسيويا اللجنة الفنية تحدد شروط الاشتراك في الدورات التدريبية الآسيوية والقوة الجوية يلاقي تراكتور سازي الإيراني بدور أبطال آسيا لجنة الانضباط في التطبيعية تصدر حزمة من القرارات كانت هذه عنوين كل الأخبار إلى البينة الجديدة وما جاء من أخبار في الملحق الرياضي الميناء يفرض التعادل على الزوراء في دور الكرة والاستقلال يضرب الشرطة بثلاثية بيضاء وقد دوح يقود بغداد لهزيمة الصناعات الكهربائية نختم جولة العناوين مشاهدنا الكرام بصحيفة النسبورت وما جاء فيها على صفحتها الأولى اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري الأبطال القوة الجوية يلاقي تراكتور سازي الإيراني في ثالث مواجهاته بدور أبطال آسيا وعبيد لن أتراجع عن قرار استقالة من تدريب الصناعات حكمان عراقيان يديران مباريات كأس الاتحاد الآسيوي ودرجال يؤكد تغليب المصلحة العامة لخدمة القرى العراقية في الاتحاد الجديد نسب إنجاز متقدمة في مشروع ملعب الميناء ثلاثين ألف متفرج وسعدون يوضح أسباب تراجع الأندية العراقية آسيويا إذا مشاهدين كرام كانت هذه جل العناوين الحاضرة في الصحافة المحلية الصادرة هذا اليوم بعد الفاصل سوف نكون مع أبرز ما كتب من المقالات فأرجو التفضل بالبقاء معنا حياكم الله من جديد في هذا الزمان كتب الزميل هشام السلمان مقالة تحت عنوان عقول عابثة جاثمة تحدث فيه عن الانتخابات في جل مفاصل الحركة الرياضية العراقية والتي لم تأتي بأسماء جديدة وأصبحت هذه الاتحادات والأندية طابوا لمن هم على إدارتها في الوقت الحاضر تفاصيل هذا المقال مع الزميلة لارة سعد أن العملية الانتخابية لابد أن تأتي بوجوه جديدة غير مستهلكة وقادرة على قيادة الرياضة العراقية إلى بر الأمان سواء في انتخابات اتحاد الكرة أو الاتحادات الأخرى أو الأندية لكن ليس بالطريقة المعروفة بتثقيف الهيئة العامة لانتخاب فلان دون غيره وفقا لامتيازات ومصالح اعطاء الصوت دون استحقاق كي يبقى في الكرسي سنوات جديدة يعبث بمقدرة الرياضة العراقية التي باتت تبحث عن حل أن هذه الهموم وغيرها من المشاكل والمعوقات باتت تأكل من جرف الرياضة يجب أن تحملها نخبة من الرياضيين إلى المسؤول الأول عن البلد على أن يخصص الوقت الكافي للاستماع مباشرة من الرياضيين وما يعانون منه ولكل ما يطرح أمامهم من جميع الذين يطلبون بتحديث الوجوه التي تقود رياضة العراق بعد زمن طويل من حصول هذه الوجوه على طابو يتلعبون وينهبون من خلاله كل ما موجود في الرياضة العراقية اليوم الرياضة العراقية دخلت مدخل البحث عن البناء الصحيح عن طريق الانتخابات التي يجب أن تضع الكفاءات الرياضية النزيهة في مكانها الصحيح وتبعد عن طريقها من يريد العبث بمقدراتها لذلك على الرياضين العراقيين البحث عن صيغ جديد وفاعلة لرياضة العراقية وتفعيل القوانين واللوائح بما يتماشى مع سيادة الدولة ويرعي المواثيق والقوانين الدولية حتى لا تقع الرياضة في مطبات العقول دولية التي يلوح بها البعض عندما ننجز كل هذا نكون اقتربنا من إزاحة شبح الخوف عن الرياضة العراقية بعد إزاحة العقول الفارغة العابثة بالرياضة والمبتلية بهؤلاء أين الرياضة في سفاراتنا بهذا العنوان كتب الزمير قاسم حسون الدراجي مقالته في صحيفة الحقيقة تحدث فيه عن السفارات العراقية والتي دائما ما تكون بعيدة كل البعد عن كل الوفود التي تذهب إلى البلدان التي تقع فيها تلك السفارات وعدم وجود دعم لهذه الوفود الرياضية المشاركة في البطولات العالمية على الرغم من اتساع القاعدة الرياضية في العراق والتي تشكل نسبة كبيرة في هوايات الشباب لكن للأسف الشديد ما زالت سفارتنا في الخارج بعيدة عن الوقع الرياضي في العراق ولم تتفاعل وتتعاطى مع الأحداث والجوانب الرياضية المهمة التي تحتاج إلى تدخل سفاراتنا ومن بينها الحصار الرياضي المفروض على ملاعبنا أو في دعم العراق للحصول على حق تنظيم البطولات الآسيوية أو الإقليمية ومن بينها بطولة الخليج العربي على سبيل المثال كما أن سفارتنا العراقية لم يكن لها دور مميز أو حضور مع الوفود الرياضية العراقية في مشاركاتها الخارجية والتي دائما ما تتعرض إلى مشاكل إدارية أو فنية من حيث سماة الدخول أو الإقامة أو الجوانب التنظيمية ومتابعة تلك الوفود وتذليل العقبات التي تواجهها وفي الوقت التي يجب أن تكون السفارة هي البيت العراقي والملجأ الأول والأخير للوفود الرياضية المشاركة في تلك البلدان فأن عددا كبيرا من الوفود الرياضية العراقية شاركت في مسابقات وفعاليات رياضية في الخارج ودخلت وخرجت من دون أن يكون للسفارة والسفير علم بها أن الرياضة جزء لا يتجزأ من أسباب ارتقاء البلدان على مختلف الأصعدة وهنا لا بد أن يكون هناك موظف رياضي في طاقم كل السفارة العراقية في الخارج وتحت أي عنوان كان يكون الملحق الرياضي أو المندوب الرياضي مثل ما هناك الملحق العسكري والثقافي والتجاري لكون الرياضة ترتبط بالجوانب التجارية والثقافية والشبابية ولها دور كبير في ارتقاء سمعة البلد في المحافل العربية والدولية ويجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين وزارتي الخارجية والرياضة والشباب لإيجاد سبل وبرامج للعمل المشترك وتعزيز الحضور الرياضي في السفارات العراقية الغائبة والبعيدة عن الرياضة إلى المدى حيث كتب الزميل محمد حمدي مقالة تحت عنوان خليج البصرة واقع حال تحدث فيه عن خليج 25 والذي من المتوقع وبنسبة كبيرة أن تكون البصرة مستضيفة لهذه النسخة وهذا الموضوع الذي يجب أن تتضافر فيه كل الجهود المحلية من الدولة إلى الحكومة العراقية من أجل أن تكون هذه النسخة نسخة على مستوى عالي في التنظيم أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة مؤتمر صحفي وهو الأكبر والأهم للجنة خليجي 25 المؤلفة من الملاك المتقدم للوزارة يعقد اليوم ثلاثة أمام جميع وسائل الأعلام للحديث عن آخر المستجدات التي تسبق الإعلان الرسمي عن المدينة المضيفة للنسخة 25 للبطولة من قبل رؤساء الاتحادات الخليجية في 26 من الشهر الحالي أعتقد جازيمان مع اتضاح الصورة إلى حدود بعيدة أن البصرة قد ظفرت فعلا بتنظيم البطولة وأن الأعلان هو مسألة وقت ليس إلا وقد عبر عن ذلك أكثر من مرة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ما سيتم الإفساح عنه اليوم في المؤتمر الصحفي بكل شفافية هو طروحات تفصيلية عن المتغيرات والمستجدات في البصرة في ميادين البنى التحتية وأهم الإجابات لوفد اللجنة الفنية وطريقة العمل والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة التطبيعية من جهة ومحافظة البصرة والمؤسسات الساندة إلى العمل من الجهة الأخرى فضلا عن الإفساح عن موعد اكتمال عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي وضعت كأساس لا غين عنه وشرط لإكمالها لا يقبل أنصاف الحلول والمماطلات من أهم هذه المشاريع ملعب الميناء الرياضي سعة ثلاثين ألف متفرج الذي طال به الأمد وتكررت العدار لأكثر من تسع سنوات خلت وبات من الضروري إكماله نهائيا في فترة لا تتجاوز الستة أشهر ليكون جاهزا وأقابلا للفحص مع كل ذلك نرى أن الاختبار الحقيقي للجاهزية لم يبدأ بعد لنقول إن نجاحنا بامتياز في إدارة الملف فثمت أمور كثيرة علينا أن لا نخفلها أبدا لأنها ستعني ببساطة أننا خسرنا كل جهودنا ولن تكون لدينا القدرة في المطالبة بأية بطولة مرة أخرى إلى أنس بورت حيث كتب الزميل هاشم الدلفي هشام الدلفي مقالة تحت عنوان هل أصبح المدرب تكملة عدد تحدث فيه عن المدرب المحلي والذي يعاني ما يعاني من الأندية المحلية وإدارات هذه الأندية من خلال الإقالة والاستقالة وآخر ما حدث في موضوع الإقالة والاستقالة هو استقالة المدرب سامي بحت من الإدارة الفنية لنادي الزاخو بالتراضي مع إدارة الفريق نستمع إلى ما جاء في هذا المقالة مدربون اليوم أصبحوا تحت رحمة الإدارات التي لا تريد سوى مدربا رخيص الثمن وليس مدربا كفو بل يعدوه تكملة عدد بات العراق يتصدر دول المنطقة في هذا الموسم لإكرة القدم بسبب كثرة إقالة المدربين وهذا دليل واضح بأن البوصلة تتجه دائما للمدرب ضعيف كي يكون أداة بيد الإدارات النفعية التي تحاول البقاء بالدور الممتاز فقط ولا يهمها سمعة النادي أو مستوى الفريق المطلوب مجرد أن يكون سعر تعاقده ينسجم مع ما مخطط له سلفا أثارني حديث رئيس تحرير صحفية تستاد الدوحة الخليجية ماجد الخليفي عندما سئل عن الدور العراقي ومسألة كثرة إقالة المدربين فأجاب بالحرف الواحد إنه دور عشوائي هذه الكلمة كبيرة لكنها الحقيقة التي أوصلتنا لها إدارة الأندية من عبثية وعدم استقرار والتصرف مع المدرب كأضعف حلقة والنتائج دائما ما تكون عكسية وجميع الفرق التي ليس لديها ثبات في الأجهزة الفنية هي متخبطة ما نريد إيصاله إن المدرب هو العامد الأساس لأي نادي أو منتخب والثبات عليه يضمن لك الاستقرار لكن هناك خلل واضح في العلاقة لدى أغلب المدربين وعملهم مع إدارات الأندية التي تملي عليهم ما لا طاقة لهم من وعود وهذا دائما ما يكون السبب في إقالتهم وأتراهم بعد وقت وجيز خارج أسوار النادي مغنية الحي لا تطرب هذا أقل ما يقال عن مدربين لأنهم أصبحوا صيدا سهلا لأغلب إدارات الأندية والسهولة في إقالتهم جعلهم يتشبثون بأقل فرص العمل من هنا صار سعره ببلاش وهذا سوف يكون له تأثير سلبي على كرتنا وصقل لعبينا وسوء إداء أنديتنا ونتمنى أن يكون المدرب هو صاحب الرأي وليس الإدارات وأن يحمي نفسه قبل التعاقد وأن لا يكون دائما هو الخاسر في النهاية ولحديث أكثر عن موضوع المقال ينضم إلينا كاتب المقالة زميل هشام أدل في صباح الخير أستاذ هشام إذا كنت تسمعني صباح الخير والعافية عليك وعلى جمهور العراقية ورموان كريم بداية أستاذ هشام أريد أن أسألك كيف تنظر للمدرب المحلي طبعا حقيقة هذا موضوع حساس جدا يعتبر المدرب من أهم الرسائل في كرة القدر لكن ما يحدث في دورينا هو العتس دائما المدرب هو الحلقة الأضعط وكيف شفداء لإدارات الأندية وعملية إقالته صارت أسهل شيء تفعله الإدارات سمعنا آخر شيء عن مدرب الميناء قلنا عن طريق التواصل الاجتماعي هذا له مسببات كثيرة منها سوء النتائج وعدم الإيفاء بالمستحقات وضع اللاعبين على الإدارات الفنية فمدربين حقيقة هناك بعض كثير بموضوع التعاقد معهم من قبل الأندية طيب أستاذ هشام إذا ما تحدثنا عن جملة المدربين المقالين أو المستقيلين من تدريب الأندية وصل العدد إلى 25 مدربا هذا العدد الكبير في الدوري الكروي إلى ماذا تعزو هذا العدد الكبير من الإقالات والاستقالات للمدربين المحليين حقيقة وصل العدد 25 إقالة واستقالة أسباب منها كثيرة أولا سوء النتائج هذا أولا ثانيا سعر المدرب العراقي قليل جدا وعمليات إقالة تكون سهلة جدا من قبل إدارات الأندية نحن نريد أن نطلح شيء وعلى أجالة نحن يجب علينا أن نتعاقد مع بعض المدربين الأجالب لكي نطور من قابلية مدربين مدربين ليس لديهم احتكاكات كثيرة ولكن أستاذ هشام إذا ما تحدثنا عن المدرب الأجنبي الآن نادي الشرطة والذي قد يكون من أفضل وأغنى الأندية المحلية أتى بمدرب أجنبي والنتائج السلبية في دور أبطال آسيا بخسارتين متتاليتين وذهاب نادي الشرطة في آخر الأخبار التي جاءت على مواقع التواصل الاجتماعي بالعودة إلى المدرب المحلي كيف يمكن أن تقرأ هذا الموضوع؟ حقيقة نحن لم نتعاقد مع مدرب من الصف الأول نحن تعاقدنا مع الحقيقة مدرب من قرانياته ومحميدة نحن نذكر قبل موسمين تعاقد الشرطة مع نيبوشي وقدم فريق جيد نحن نجب أن نستقدم مدربين من مستوى عالي نحن نرى البلدان المجاورة القريبة لدينا مثل السعودية لديها نجوم ملاعبين قدامة بإمكانهم أن يضيفهم للإدارات الفنية لكن حتى في الدرجة الأولى بالدور السعودي تجد هناك مدربين أجانب على مستوى عالي هذا يطور من قابلية المدرب المحلي لكن هناك تحسس كبير من قبل مدربين وسبعنا آخر التصريحات من قبل بعض المدربين بأن المدرب الأجنبي لا يصبح والمدرب المحلي لا نحن في العراق يجب أن نعترف نحن لدينا مدرسة كروية واضحة لعب عشوائي نعم أستاذ هشام بالسؤال أخير من يملك القرار في الإتيام بالمدرب الأجنبي؟ إدارات الأندية أم الجماهير؟ هناك من يقول بأن الجماهير دائما تضغط على إدارات الأندية وبالتالي عملية إقالة المدرب الأجنبي الذي يأتي بأموال طائلة تكون سبب رئيسي في تدهور المستوى الفني للأندية المحلية طبعا الجمهور هنا مسكين لماذا؟ لأن أغلب الإدارات الأندية عندما تحاججها الجماهير لماذا لا تستخدموا مدرب الأجنبي؟ قلة الأموال نحن نعلم أن قلة الأموال وعدم استثمار الأندية جعل أنديتنا في موضع لا يحسد عليه نعم جلب المدرب الأجنبي ضرورة ضرورة نحن نعلم أن الزوراء قبل يومين صرح السيد راضي جشناشد أن الفريق لم يستلم إلا 20% من مستحقاته ونحن الآن في المرحلة 28 كيف يأتوب مدرب على مستوى عالي ومدرب الأجنبي يريد أموال نعم يقدم لك كريق جيد يقدم كرة حديثة نحن نريد من المدربين أن يدخلوا دورات في دول أوروبية أو أوروبا الشرقية لكي يطوروا من مغاراتهم وأن يكون دورينا دوري كباق المنطقة لا يريد أن نكون دوري أوروبا والدليل لدوري أبطال أسيا مستويات ضعيفة نعم نحن أضعف الفرق الآن في المجموعات والكل شهادة نادي الشرطة والجوية نعم يعني فرق عادية تعتبر فرقنا نعم الزميل هشام الدلفين نضم إلينا لحديث حول موضوع المقال المنشور في صحيفة النسبور تحت عنوان هل أصبح المدرب تكملت عدد شكرا جزيلا لك إلى عالم السوشيال ميديا والبداية من الفيسبوك والحساب الرسمي لنادي القوة الجوية والذي نشر صورة للمؤتمر الفني لمباراة اليوم أمام تراكتور سازي الإيراني والذي قال فيها سيد أيوب أوديشو بأن هذه المباراة مهمة للفريقين بسبب تقارب المستوى في جميع الفرق وبالتالي يبحث القوة الجوية عن تحقيق أول ثلاث نقاط له في هذه البطولة نبقى مع أخبار القوة الجوية وإلى حساب نادي القوة الجوية الذي تحدث عن العماني أحمد الكاف والذي سوف يكون حكما للقاء اليوم ما بين القوة الجوية والنادي تراكتور السازي لحساب الجولة الثالثة من دور أبطال آسيا أخيرا مع أخبار القوة الجوية والحساب الرسمي لنادي القوة الجوية الذي نشر تصريحات لمشرف الفريق على صغير والمدرب المساعد حمزة هادي حول أهمية لقاء اليوم أمام تراكتور سازي الإيراني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم وإحنا الفريق أجرى وحدة تدريبية وبباراتنا غدا ستكون مع الفريق تراكتور الإيراني الفريق مستعد إن شاء الله استعداد كامل حاليا المدرب قاعد يشتغل على اللاعبين وعلى الفريق الإيراني عمله ووقوفه بالساحة ونقاط الضعف الهجومية والدفاعية فإن شاء الله الفريق بشر بخير إن شاء الله نتأمل أنه غدا نطلع بنتيجة إيجابية ترضينا وترضى الكادر الفريق وجمهورنا الكريم كما شفنا اليوم حتى روحية اللاعبين والدفاع اللاعبين والتعويض في المباراة السابقة التي راحت كنا لا نستحق الخسارة ولا نستحق التعادل كان فريقنا يؤدي أداء ممتاز أداء جيد رجولي من الناحية البدنية وحتى من الناحية الفنية كنا ممتازين ووضعنا كثير من الفرص أتمنى لأخي عيما إن شاء الله شفاء العاجل أول شيء وإن شاء الله الفريق مستعد لهذه المباراة ما كنا بالمباراة اللاعب الموزيني بالعكس نحن أدين اللي علينا وإن شاء الله نقدر نقول هالحد إن شاء الله هاي المباراة تحالفنا ويكون من نصيبنا إن شاء الله ويكون الفوز لنا و لحد الآن أي شيء يعني بعد ما محسوم بعد اللعبة ملعوبة الفارق أربع نقاط يعني ما يكون أي فارق لحد الآن وإن شاء الله نطمح إن شاء الله للفوز باي المباراة والمباراة اللي جاي يعني إن شاء الله نكون من دم الأوائل بالبطول رحيم هاي الوحدة تدريبية الأخيرة قبل مباراة تراكتور خدنا مباراة صعبة والرتم بدأ يتصاعد للفريق ومستوى اللاعبين إن شاء الله هاي المباراة نحقق نتيجة طيبة ونستمر بالمجموعة وإن شاء الله نحصد نقاط الثلاث لا رحمة الرحيم تنتظرنا مباراة مهمة يوم غاد موم الفريق تراكتور الإيراني مباراة مهمة من أجل إن شاء الله نفوز بهذا المباراة من أجل تحقيق انتصار ومنطلنا ندفع أكثر في المجموعة تمنى التوفيق لممثل الوطن القوة الجوية في لقاء اليوم أمام تراكتور سازي في دور أبطال آسيا ننتقل إلى إنستجرام وأبرز الأخبار هناك أنباء عن إضراب لاعبي فريق الزوراء عن أداء التدريبات اليومية بسبب تأخر مستحقاتهم المالية هذا ما جاء على حساب في فاسبورت نت في إنستجرام ننتقل إلى حساب أسود الرافدين على إنستجرام والذي تحدث عن الجلطة الدماغية التي ضربت حارس مرمى نادي النفط مصطفى السعدون من خلال تدريبات الأمس نتمنى شفاء العاجل للحارس الشاب حارس نادي النفط مصطفى سعدون إلى الحساب الرسمي لبوابة الرياضة العراقية التي تحدثت عن إليش المدرب نادي الشرطة والتي جاءت الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية بأن إدارة الشرطة تبحث عن مدرب محلي لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم بعد النتائج السلبية التي حدثت في دور أبطال آسيا وبالتالي هناك أسماء محلية بارزة تعمل إدارة نادي الشرطة على التعاقد مع أحد هذه الأسماء ومن ضمن هذه الأسماء السيد جمال علي الذي قد يكون المراشح الأوفر حظا لاستلام القيثارة خلال الأيام القليلة المقبلة ننتقل من إنستجرام إلى تويتر وأبرز التغريدات التي جاءت لهذا اليوم موقع المحترفين تحدث عن نادي زاخو الذي فسخت تعاقد مع مدربه سامي بحت بالتراضي خلال الساعات القليلة الماضية وبالتالي عملية الإقالة والاستقالة للمدربين المحليين مستمرة في الدور المحلي نذهب إلى حساب العراق سبورت والذي نشر تغريدة بمباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدور الكروي والتي سوف تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بثلاث مباريات وأهم هذه المباريات مباراة النجف والطلبة أخيرا الختام مع معرض الكرة العراقية الذي تحدث عن أيمن حسين نجم نادي القوة الجوية والذي أجرى تداخلا جراحيا للإصابة التي حدثت له في دبي وبالتالي سوف يغيب عن القوة الجوية للمواسم السابيع الثلاث المقبلة إذن مشاهدين الكرام جولة جريدة ونتلي هذا اليوم انتهت نشكر لكم حسن المتابعة في أمان الله وحبه اشتركوا في القناة